بالتزامن مع امتحانات السنوية العامة وصلت معدلات تقنين الكهرباء ببعض المدن المصرية لست ساعات يوميا ونزدو التلميز على الشوارع يبرموا عدولة يدرسوا هاي نتيجة سياسية متعمد انتهجة نظام السياسي لربط مصر بالإدمان على الغاز الإسرائيلي برى الرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبول التقنين بشوية الغاز من دون تسمية الإشياء بأسمائها اللي حصل امس الحقيقة ان احد الحقول اللي في دول الجوار اللي مرتبطة وبتضخ بصورة كبيرة جدا داخل الشبكة الإقليمية وبنستفيد منها خرج من الخدمة قبل حكي الغاز هاي ده نشرت مجموعة ميس المتخصصة بدراسات الغاز تقرير بسبع حزيران شرحت فيه كيف شركة شيفران اللي بتشغل حقلية تمار وليفيا تان بإسرائيل عم تركز إنتاجها عداخل السوق الإسرائيلي بدل تصديره لمصر عبر الأنابيب والسبب هو نقص الانتاج بسبب توقف حق التمار عن العمل استنتج تقرير ان مصر صارت علقانة بفخ الغاز الإسرائيلي انتاجها المحلة مش كافة والغاز الإسرائيلي الموعود ما عم يجي وصلت مصر لهالفخ بسياسات متعمدة الشبكة الإقليمية المزعومة اللي عم يحكي عنها مدبولة هي عمليا ربط حقول الغاز الإسرائيلية بمصر على أساس تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الغاز الهدف المعلن كان استيراد الغاز الإسرائيلي تحويله لحالة سائلة ممكن شحنة بالبواخر وتصديره للخارج بس اللي صار عمليا انه 16% من حاجة مصر نفسها للغاز لإنتاج الطاقة صارت معتمدة على إسرائيل صارت مصر مركز إقليمي لاستهلاك الغاز الإسرائيلي مش لتصديره إذا توقيف موقت بحق الغاز قطع الكهرباء 6 ساعات شو ممكن تكون النتيجة إذا قررت إسرائيل تقطع الغاز كليا وعطول عن مصر مثل ما عمل بوتين ببعض الدول الأوروبية بحسابات الأمن القومي هاي بتعني التبعية وشو ممكن تكون النتيجة إذا قدت أي حرب مع حزب الله لوقف الإنتاج بكل حقول الغاز الإسرائيلية مثل ما صار ببداية الحرب بعد 7 أكتوبر موسيقى